ازايكم يا رب بتكونوا بألف خير عاملين ايه اكتبوا لي تحت في الكومنت عاملين ايه النهاردة ايوه انا بشارككم بكفتة الحياتي انا ريم الاول مرة يشوفني ما تنسوش تشاركوا في القناة وتعملوا لايك علشان ده بيشجعني وبيساعدني جدا كفتة الحياتي من حاجات الناس اللي عايشة برا مصر بيفتقدوها جدا زي فاشاركوا بيها وارلكون هي السهلة من اسهل الحاجات والز الحاجات الكفتة لها بعض دكات اتعلمتها هنا من اليوتيوب من اتنين بصراحة مروة الشافعي وفاطمة ابو الحاتي فاقلوكوا بعض الحاجات البسيطة اللي اتعلمتها وتعلمتها من اخطاء كمان اول حاجة هبتدي ببصلة كده كبيرة ابشورها انا بشرتها في محضرة الطعام او تبشروها بالمبشورة اليدوية وحطت شوية ملح عشان تدرت ميتها وتساعدني ليبقى ليها مية بالسباتيولة ضغطت عليها ودي مية البصل والبصلة وحطتهم على جنب لا لحمة بقى اللحمة انا بستخدم هنا ضاني ساعات بستخدم نص ضاني ونص بقري فانتو شوفوا لكن اهم حاجة في اللحمة تكون دهونها عالي انا جربت اعمل دهون قليلة انا عارفة ان يمشو اكتر حاجة صحية لكن ما كانتش حلوة ابدا ابدا في الوصفة دي مش قل من 20% لو اللحمة حمرة ممكن تطلب من الجزار يعمل لك زيلية وتضيفيها على اللحمة يعني ده اكلات قليلة كيف نأكلها كلفين وفين مش مشكلة بس لذيذة جدا هنا بقى نستخدم البهارات ملح فلفل سكر سبع بهارات جسط طيب وسن البودر التوم وده اعتمد عليكم لكن البهارات دي انا بحس ان هي لذيذة قوي واكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف طيب هستخدم هنا بيكاربونات أوف سودا ممكن تستخدمه بيكين باودر بتاع كيك ده او ده استخدمت هنا ربع معلقة لو هتستخدمي بيكين باودر ممكن تستخدمي الضعف هكتب لكم كل حاجة بدال البيكين سود ده تحت بسندوق الوصف بالمآذير هستخدم هنا معلقة كبيرة من البقصمات الماء جروش او البقصمات العادي ممكن تستخدمه شوفان او برغل لو عايزين حاجة خالية من الجلوتن حد عنده حسيء او حاجة ده يساعدني ان يمتصد كل السويل اللي موجودة في اللحمة متوقعش سايصة متوقعش من سيخ وتبقى متماسكة بس ما تنشفهاش قوي فبرضو هكتب لكم كل البدايل تحت سندوق الوصف هنا بقى يجي وقت العجن بالإيد هنعجن بأدينة هنعجن بأدينة دي اللحظة بقى هنعجن بأدينة دورينا عجن كويس قوي اللحمة لازم تكون نعمة بالعجن وكمنادخر كل المكونات كويس وكل ما عجلناها كويس كل ما بد كويسة لازم بقى في خيوت كده هي دي اللي هتخليها مسكة في السيخ تتعلمتها من فاطمة بولحاتي هنا على اليوتيوب فالمعلومة دي فعلا فعلا ساعدتني كتير وفيها خيوت كده النسيج يبقى كده مفتل ده هيخليها مسكة في السيخ نصيحة مهمة جدا دايما اللحمة وانت بتشتغلي بيها تكون ساعة لو عجنتيها بإيدك وجو حر في المطبخ رجعيها التلاجة بعد ما سياختيها ولقتيها انها سايحة قوي وجو حر ترجعها في تلاجة دايما دايما تبقى ساعة انا هستخدم السيخ بتاع الشاوي تقدر استخدمي أعوادر خشب بس تبليهم كويس عشان ما يتحرقوش لما يدخلوا الفرن ممكن طبعا الوصف الذي يدخليها الفرن او عشاوية شوفي انتي اللي ناسبك انا هنا عملتها طبعا انا هنا مش محترفة قوي لانا اعتدم مش بسيخ الجوزي هو بيعمل ده باخد من مية البصل حطيت على مية البصل ايه قبل مع زيخة بس انا نسيب بصراحة عشان كده تلاقي فيه كده الحواسة كتير بس اوكي نعدي بقى المرحلة دي وحاول اعمل شكل كده بسبوعي وخليها متساوية ما خديش اي سيخ باين وشويها على الفاحم اول ملون هيبقى دهبي كله هبتدي شلها ممكن تحطوه على الفرن بس مش فصانية على طول فصانية فوقيها شبكة عليها كفتة في السياخ الخشب او السياخ المعدن او حتى مصبعينها بأيديكو علشان لما ينزل الدهون امش عاوزة الكفتة تعوم في الدهون او المية اللي هتنزل منها وتتسلق انا عليها تتشوي فمهما اولا تحطوها في الفرن تحطوها على شبكة على الصناية ويكون الفرن على اعلى حرارة في الفرن عشان تتشوي بطريقة ممتازة ضروري جدا النقطة دي عشان نازم الصناية عشان طبعا هتنزل واول ملون هيغير تشلوه على طول في الفرن من 15 دقيقة تترقبوها على النار طبعا هتقو شايفينها اول ما اللون هيبقى حلوة كده وجميل ومش غامئ ودهبي ولون جميل كده خلاص الكفتة متاخدش سوى كتير ابدا ابدا انا هيدا قدبتها مع طحينة بلدي عادية وكمان سلطة بلدي وعيش ممكن قدمها عن رز أصفر كمان بصوا بقى مفرغة وهشة بصوا فيها شاشة كده في اللحمة نفسها مش مكتومة جيوسي وطرية ولونها حلو ودحيتها جميلة وطعمها جنن واهمة من الحياة ان هي السهلة واكلة كل الناس بتحبها بصوا عملة زي متمسكة شايفين طعمها جنن اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو خذوا بالكم من نفسكم قوي ويرب دايما تكونوا بخير والسلام عليكم وحضر الله وبركاته اشتركوا في القناة